تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء حلقة اليوم من توب 5 كالعادي برنامج ديمقراطي من قناة سيلفي سبورت بتحكوا في رأيكم بعد ما تشوفوا الحلقة وتشتركوا بالقناة الأكثر تنوعا من حيث أشكار وأفكار المحتوى أي شخص فينا ما بيحب الظلم ما بيحب يشوف هدف غير صحيح عم بيحتسب ما بيشوف فريق عم بيحتفل بهدفي أخي واضح تسلل واضح غلط فيه ما بيحب ما بيحب يشوف هذا المنظر لأنه بيشوه قناعتنا مين فاز ومين استحق الفوز لكن بعض الأحيان فيه لقطات بتخليك تقول يحكم مشيها وقفت عهادي مشيها شوف القول ما أحلى حرام يضيع جمال الهدف وينسى التاريخ عشان واحد رفع رايته أمرات يعني بتحس حالك حب الظلم يمشي عشان الجمال يصطع ومن هذا خمس أهداف ألغيت لكن لو احتسبت كانت حت تعتبر دائما من أفضل الأهداف في تاريخ اللعبة في البطولات اللي تسجلت فيها نبدأ في عام 2010 مباراة ودية إسبانيا جاي من خسارة بربعية مع الأرجنتين وبتواجه البرتغال اللي هي أساسا أقصتها من كأس العالم بدون 16 بهدف نظيف بدأت المباراة رونالدو بيسلم الكرة في الثلث الأخير وبينطلق بسرعة خارقة جدا بكي بيحاول يلحقه ويسرع معاه فجأة رونالدو بيضرب بريك حرفيا موقف بكي بينزل على الأرض ويكمل طريقه نحو اللا نهاية وفجأة رونالدو عم بلف لف بسيطة وبسقط الكرة من فوق كازيس الكرة ذهب للمرمى هدف تاريخي هدف أسطوري الويسناني قرر يحط التوتش بتاعه ركب وضحب رأسه والحكم ألغى الهدف بداع التسلل هون كريستيان رونالدو خرج عن طوره ورمى شارت الكابتن ويعني عوز انت اللي بيحكوا عنك بديلي في من يونايتد شو أحكي عن اليوم اللي شفتك فيه هيك حرفيا يعني شوي رونالدو بدي يقول لويسناني طلب بعد المباراة وقال بصراحة يعني أنا كان خايف جدا وقال أنا احتذرت لرونالدو بغرفة تغيير الملابس وقلت له والله العظيم ما كنت أعرف أني متسلل يعني كأنه لو كان يعرف أنه متسلل بدي يدخل يجيب الكرة يعني فهذا الهدف ضيع رونالدو فرحة هدف تاريخي لمستوى أنه فيه كثير عناوين أذكرها لاعب تصرف بشكل غير ذاتي أغبى قرار ارتكبه لويسناني اللاعب الذي لن يحبه رونالدو أبدا كانوا كلهم يقصدوا عن لويسناني الهدف الثاني مش بس حلو بل مؤثر جدا في تاريخ كرة القدم منتكلم عن كأس العالم 2010 المباراة بين شباب صغار جاي مع منتخب ألمانيا كثير ناس متفقلين فيهم ومنتخب إنجلترا اللي كان من أقوى منتخبات تصفيات كأس العالم بقيادة فابيو كابيو دور الستة عشر إنجلترا في الدور الأول مش تمام ألمانيا كانت تبدو أفضل وتقدمت ألمانيا 2-1 وفي الدقيقة 37 هجمة إنجليزية لاعب ألمانيا بيقطحها بترتد على الطاير لمين؟ للمبرد في منطقة بيعشقها أمام منطقة الثمنتعش بيهدي الكرة بيجيب فكرة حلوة حسقطها من وراء نوير وفعلا رمالوا إياها وراء ونوير عجز إنه يوصلها الكرة ضربت بالعرضة نزلت وراء خط المرمى بوضوح بس حكم الرأية ما شافها الألمان مشت أمورهم تمام احتووا ردة الفعل الإنجليزية وسحقوهم بأربعة واحد لكن الأمور ما انتهت لهون الصحافة الإنجليزية بتعرفوها قامت الدنيا وما قاعدتها بعد اللقاء الظلم والتكنولوجيا خط المرمى وديناسورات تحكم الفيفا وكل هذا الكلام هجمي شديد جدا إعلامية إنجليزية أدت فعليا إلى تطبيق تكنولوجيا خط المرمى بشكل أسرع من أي وقت مضى ولها جزء أساسي هذه اللقطة من دخول الفار على كرة القدم بس الإعلام الإنجليزي والألماني ما سكته الإعلام الألماني رد عليهم وقال لهم يا عالم أنتوا جايبين كأس العالم 66 بهاي الطريقة تماما بس الكرة بر الخط أنتوا كل كأس العالم 66 مشبوه من أول مباراة لآخر مباراة ازعلتوا على اللقطة كانت حتخليكم تتعادلوا مش تفوزوا هذا السؤال أيضا في عام 2014 لما لويسواريز عط كليني مين اللي قوم الحملة كلها فعليا على لويسواريز مش الإعلام الإيطالي الإعلام الإنجليزي لمستوى طلعت قنوات أرجويانية وقالت هذور دميت أروا من اللاعب لأنه طلحوا من الدور الأول في كأس العالم وشوفوا شو عملوا وتبكبكوا على مونديال 2010 يعني أصبحت مثال الإنجليز ده اليوم أي لقطة تجي تقولهم إياها عن إنجازاتهم بكأس العالم بقولك 66 و2010 لو حسبوا قول لمبرد هذا النقاش لا يعني أبدا إنه هدف لمبرد مش جميل جدا لو تم احتسابه لأنه هدف رائع للغاية الروح على عام 2011 مباراة في كأس خوانجامبر برشلونة جوارديولا بواجه نابولي كأس خوانجامبر اللي دام برشلونة بفوز فيها زي ما بنعرف يعني مباراة ودية وبرشلونة بالعادة بيكون هو اللي حابب بفوز فيها أكثر من الخصم اللي بيكون جاي لمباراة إحما المباراة بين نابولي وبرشلونة الدقيقة تسعة كرة عالية هامسك بيضبطها براسه وكافاني بيجيب أجمل هدف في تاريخه في كورة القدم لحد الآن مقصية على طريقة كابتن ماجد أحلى حتى ربما من مقصية تورونالدو في يوفنتوس الحكم شاف هاللقطة ونسي لها مباراة ودية راح رفع الرأي ألغى الهدف برشلونة في نهاية هذه المباراة سحق نابولي بخماسية نظيفة برشلونة توج بك أسخ وانجامبر كالعادي طبعا وكمل الموسم ونابولي ذهب في طريقه وكبان يتندم على هدف مقصي رائع ضرب العرضة وهز الشباك ننتقل بالهدف الرابع للجولة 21 من البريمير ليج في موسم 2014 مانشستر سيتي بحل ضيف على نيو كاسل في أحد أهم المواسم وأكثرها إطارة في الدور الإنجليزي موسم 13-14 المشهور جدا بنهايته المأساوية بزحلقة ستيفن جيرارد أمام تشيلسي النتيجة 1-0 لمانشستر سيتي بهدف تقدم في إدنجيكو ضربة ركنية بترتد بتطلع برنا منطقة الجزاء بتوصل المرحوم الشيخة يوتي وبرسل صاروخية ويوقف الزمن تماما كل اللعبين بأماكنهم من سرعة هذه الكرة والكرة بتيجي بالزاوية هدف التعادل لليه كاسل هدف رائع جميع اللي بيشوفوه هدف رائع من حد الشك فيه إلا واحد حكم المساعد رون بابل قال والله فيه لاعب من نيو كاسل متداخل بزاوية رؤية المرمى وألغى الهدف بعدها طلعت تعليقات مضحكة يعني لو شافها جو هارد تحديدا جو هارد بدو صدها كرة كانت صاروخية جميلة من أجمل أهداف الراحل الشيخة يوتي قلغي لأنه الحكم شاف فيه لاعب متداخل بزاوية النظر بتاعة جو هارد إذا كان فعلا جو هارد قادر حيشوفها أو حيشوفها بتلك السرعة خلونا نروح على الدور الإيطالي وفي موسم 2011-2012 روما عم بيستضيف ليتشي ليتشي اللي بيطلع سنة وبينزل سنة ورومة بيلعب مباراته معهم ومتقدم بنتيجة 2-1 التقيقة 29 في الشوط الثاني توتي معها الكرة بمرر للملة لعب تنهام الحالي بمرر لجاقو لعب ريال مدريد السابق جاقو بشوف أوسفالدو وبلعب له كرة طائرة وسفالدو اللي معروف انه رأس حرب قوي بس لما شاف الكرة بالهواء عرف ما فيش اللي حل واحد يجيبها مقصية جميلة اجمل هدف في تاريخه 100% ضربها حارس ليتشي بتشعروا انه بشافها من حلوتها يعني اخذ ثواني تستوعب شو لازم يعمل والكرة في المرمى وكأنه حارس ليتشي متآمر مع الجمال مع روعة الهدف هدف لو احتسب لو لحكم الراية اللي رفحها كان بالتأكيد هدف بيدخل بالراحة من اجمل 10 و 20 هدف في تاريخ الدوري الايطالي وسفالدو ما دخل التاريخ لانه حكم الراية كان له كلام ثاني هذه هي سلسلة خمس اهداف جميلة جدا للأسف ما احتسبت اهداف رسمية في كرة القدم باستنى منكم تحكوا لي بالتوب فايف اولا الخمس اهداف اللي انتو بتتذكره ألغيت ولكنها غاية في الروعة وثانيا تقترحوا عليه حلقات توب فايف وبتعرفوا شو ثالثا لازم تكون تشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله